اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة قصة قصيرة النهاردة هنتكلم عن الشيخ محمد السيد طنطاوي بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نوصل لك كل جديد يلا نبدأ اتورد الشيخ محمد السيد طنطاوي في محافظة سواك في 28 اكتوبر سنة 1928 تلقى تعليمه الاساسي بقريته والتحق بمعهد الاسكندرية الديني سنة 1944 وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية اصول الدين وتخرج سنة 1958 وبعد كده حصل على تخصص التدريس سنة 1959 وحصل على الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير ممتاز في 5 سبتمبر سنة 1966 وعمل كامام وخطيب ومدرس بالاوقاف سنة 1960 وعمل كمدرس في كلية اصول الدين سنة 1968 وكان استاذ مساعد بقسم التفسير في كلية اصول الدين في اصول سنة 1972 وانتدب للتدريس في ليبيا وقعد فيها 4 سنين وفي سنة 76 اصبح استاذ بقسم التفسير بأصيوت وبعد كده اصبح عميد لكلية اصول الدين بأصيوت سنة 76 وفي 1980 انتقل للسعودية وعمل في المدينة المنورة كرئيس لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية وتعين مفتد الديار المصرية في 28 اكتوبر سنة 1986 وصدر القرار الجمهوري بتوليته منصب شيخ الازهر في 27 مارس سنة 1996 ومن مؤلفاته احكام الحج والعمرة التفسير الوسيط للقرآن مباحث في علوم القرآن وغيرها كتير من المؤلفات وتوفى صباح يوم الاربعاء 24 ربع اول عام 1431 هجرية الموافق 10 مارس سنة 2010 في الرياض العمر نهز 81 سنة اثر نوبة قلبية تعرض لها في مطار الملك خالد الدولي عند عودته من مؤتمر دولي عقد الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنح جائزة الملك فصل العالمية لخدمة الاسلام وتصلى عليه صلاة الجنازة في المسجد النبوي والدفن في البقية وما تدري نفس ماذا تكسب غدب وما تدري نفس باي ارض تموت رحمه الله رحمة واسعة وبكده خلصت حلقتنا النهاردة والقاكم في حلقة جديدة بشخصية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته